السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الرابعية مرحبا بكم في الجزء الثاني من الدرس التقويم التشخيصي في مادة الرياضيات في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي صفحة ثمانية ثلاثة عشر أقيس أطوال الأقلام التالية ورطبها من الأقصر إلى الأطوال أقصر قلم هو القلم الأخضر يليه القلم الأصفر ثم القلم الأزرق وأكبر قلم هو القلم الأحمر أربعة عشر أصل كل بطاقتين تمثلان الطول نفسه أربعة آلاف متر تمثل أربعة كيلومتر أربعمائة سنتيمتر تمثل أربعة متر خمسة عشر ألاحظ الرسم وأكتب بالأرقام الساعة التي يشير إليها العقربان لدينا عقرب الساعة يشير إلى العاشرة وعقرب الدقائق يشير إلى عشر دقائق إذن العاشرة وعشر دقائق ستة عشر أرسم عقربي الساعة حسب ما تشير إليه الساعة الرقمية الساعة الرقمية تشير إلى الثامنة وثلاثون دقيقة نرسم عقرب الدقائق عقرب الدقائق يشير إلى السادسة وأقرب الساعات يوجد ما بين الثامنة والتاسعة سبعة عشر أكمل بما يناسب سبعة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعون تساوي سبعة آلاف زائد ثمانمائة زائد تسعون زائد واحد خمسة آلاف زائد أربعمائة زائد سبعون زائد تسعى تساوي خمسة آلاف واربعمائة وتسعة وسبعون ثمانية عشر أرتب الأعداد التالية من الأصغر إلى الأكبر ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ثمانية آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون 8,795 8,957 3,987 8,975 أصغر عدد هو 3,987 يليه العدد 8,795 ثم 8,797 ثم 8,957 الذي هو أصغر من 8,973 الذي هو أصغر من 8,975 19 أحسب ما يلي 10 مقصوم على 2 تساوي 5 40 مقصوم على 5 تساوي 8 20 أكتب العدد الكسرية الذي يمثله الجزء الملون من كل شكل الشكل الأول لدينا مكون من خمسة أجزاء 2 ملونان إذن العدد الكسري هو 2 ملونان مقصوم على الكل الذي هو خمسة 3 مقصوم على 8 وحيو الشكل الثاني مجزأ إلى 8 أجزاء 3 منها ملونة إذن العدد الكسري هو 3 مقصوم على 8 21 أقارن بوضع الرمز المناسب 3 مقصوم على 8 وخمسة مقصوم على 8 لدينا 3 على 8 أصغر من 5 على 8 11 على 12 و7 على 12 11 على 12 أكبر من 7 على 12 22 أحسب ما يلي 7 على 10 ناقف 3 على 10 تساوي 4 على 10 3 على 12 زائد 7 على 12 تساوي 10 على 12 23 مسألة كان ليسين 32 قلما وأربع علب لحفظ الأقلام وضع نفس عدد الأقلام في كل علبة أضع علامة X أمام العملية المبينة لعدد الأقلام التي وضعها ياسين في كل علبة هل هي 32 في 4 32 زائد 4 32 ماقس 4 أم 32 مقسوم على 4 العملية الصحيحة هي 32 مقسوم على 4 24 كانت حافلة للركاب عند انطلاقها تقل 20 راكبا في المحطة الأولى نزل من الحافلة نصف عدد الراكبين وفي المحطة الثانية نزل من الحافلة جميع الركاب وعددهم 40 راكبا كم راكبا صعد إلى الحافلة في المحطة الثانية في الأول كانت الحافلة تنقل 20 راكبا عند وصولها للمحطة الأولى نزل من وبقي فيها النصف يعني نزل النصف أي نزل 10 ركاب إذن نزل 10 ركاب بقي فيها 10 ركاب بعد ذلك في المحطة الثانية نزل الجميع نزل الجميع يعني 10 زائد من ركب في المحطة الثانية وهم الجميع هم 40 إذن الذين صعدوا للمحط في المحطة الثانية هم 40 ناقص 10 ركاب الذين كانوا منذ منذ الأول في الحافلة الذي تساوي إذن 40 ناقص 10 تساوي 30 ركبا ركبا ومصعدا إلى الحافلة في المحطة الثانية 25 أنشئ مثلثا متساوي الساقين ومستطيلا قياس طوله 5 سنتيمترات وقياس عرضه 3 سنتيمترات 26 أحسب محيط المستطيل التالي محيط المستطيل هو جمع طول أضلاعه إذن المحيط هنا يساوي 8 زائد 5 زائد 8 زائد 5 الذي يساوي 26 سنتيمترا 27 أنشئ دائرة مركزها A وتمر بالنقطة B هكذا شكرا لكم أصدقائي على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته